اهلا بكم من جديد اكد معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط ان التقنيات الحديثة تلعب دورا محوريا في استخراج الغاز الصخري بكميات تجارية وبتكلفة معقولة مع الاخذ بالاعتبار القضايا البيئية المهمة جاء ذلك لدى رعايته افتتاح فعاليات ندوة تطور تكنولوجيا الغاز الصخري وذلك للاطلاع والتباحث حول احدث ما توصلت اليه التقنيات الحديثة في موضوع الغاز الصخري الغير تقليدي اضافة الى تبادل المعرفة والخبرات وافضل الممارسات الحديثة في هذا الشان وقد اوضح وزير النفط ان التجربة الامريكية في استخراج النفط الصخري قد ساهمت في تقديم العديد من الدراسات والبحوث العلمية والتجارب الميدانية للوصول الى افضل الطرق لاستخراج الغاز الصخري لتعزيز فرصة تحسين وضع الابار ومدى جد واستخراج الغاز الصخري منه بكميات تجارية مربحة الموضوع هو ما يسمى بالغاز الصخري او الشيل قاس طبعا دول مجلس تعاون عندنا سلطنة عمان كانت من اول الدول في المنطقة اللي بدت في انتاج الغاز الصخري كذلك شركة ارامكو السعودية بدأت في هذا الموضوع وعندنا شركة تطوير الان تعمل بسواعد بحرينية في تطوير مكامل الغاز الصخري لاضافته الى مصادر الغاز في البحرين الموضوع مهم جدا ليس فقط المنطقة ولكن العالم ككل وانا اشكر لكم احضر تغطية هذه المؤتمرات واهميتها اهمية الجلسة اليوم في رأيي انا انها تفتح مجال جديد في المنطقة وتشجع على مجال جديد نحن مرتاحين بوجود في المنطقة بشكل عام بوجود موارد غنية من البترول والغاز لكن في حاجات معينة موجودة في المنطقة هذه الكميات الهائلة ما قاعدة تلبيها فحتى نلبيها نحتاج الى مصدر جديد وهذا المصدر هو الغاز غير التقليدي وقاعد الان يخدم مناطق ما كان المصادر التقليدية تخدمها ويحقق غايات المصادر التقليدية ما تقدر تحققها اكد محافظ مصرف البحرين المركزي راشيد المعراج استمرارية مملكة البحرين في سياستها بتثبيت سعر صرف الدينار مع الدولار الامريكي مؤكدا على ان المعاملات المصرفية والمالية في المملكة تجري بانتظام وبشكل طبيعي دون اي تأخير وقد اوضح محافظ مصرف البحرين المركزي في تصريحات صحفية ان سياست تثبيت سعر صرف الدينار مع الدولار الامريكي هي السياسة الانجح التي ستسهم في الحفاظ على زخم الاقتصاد الوطني وحماية مصالح المواطنين والمقيمين والمستثمرين مؤكدا ان سعر صرف الدينار مقابل العملة الامريكية ثابت وحول مستجدات العملة الخليجية الموحدة اكد رشيد المعراج انه لم يطرأ اي تطورات لغاية الان بشأن المشروع الخليجي والان نترككم مع اسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تم تنفيذها من خلال 57 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على اسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة اسهمه المتداولة من نسبته 43.72% من القيمة الاجمالية للأوراق المالية المتداولة اما بالنسبة الى اغلاقات باقي البرصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي اغلقت عند مستوى 7881 نقطة بارتفاع تجاوز النصف نقطة مئوية اما بالنسبة لسوق ابو ظبي للأوراق المالية فقد اغلق عند مستوى 4837 نقطة كما هو موضح على الشاشة بارتفاع بلغت نسبته 0.45% وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد اغلق عند مستوى 2573 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 1.5% ليكون الربح الاكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم تطمح السعودية في التحول من شاهد على مرور السفن الى نقطة محورية في صناعة الخدمات اللوجستية حيث تمر امام السواحل السعودية في البحر الاحمر وحده بضائع وسلع بنحو 2.5 رليون دولار وتشكل نحو 13% من التجارة العالمية ومن اجل ذلك تشهد المملكة مبادرات عديدة لتسهيل الاجراءات وتسريع عمليات المناولة في موانئها وقال اثنيان آل اثنيان مستشار وكالة تيسير التجارة بالهيئة العامة للجمارك ان احد اهم محاور استراتيجية الجمارك هو تيسير التجارة وهناك عدة مبادرات وبرامج ومشاريع تحت محور تيسير التجارة واهمها برنامج الفسح المحسن وهو ما يطلق عليه برنامج الفسح خلال 24 ساعة وقع وزير البترول المصري طارق الملة اتفاق شراء شركتي بيبي الانجليزية ومبادلة الاماراتية حصص لكل منهما في نصيب شركة ان الايطالية بمنطقة امتياز نور شمالي سيناء على البحر المتوسط واوضحت صحيفة الاهرام المصرية ان ان الايطالية تملك نسبة 85% من الامتياز وشركة ثروة للبترول المصرية بنسبة 15% واشارت الى ان الاتفاق يشمل شراء شركتي بيبي بنسبة 25% وشراء شركة مبادلة نسبة 20% من حصة اني وبذلك تصبح حصص الشركاء في منطقة الامتياز 40% لشركة اني و25% لشركة بيبي و20% لشركة مبادلة و15% لشركة ثروة للبترول النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل الولايات المتحدة الامريكية تمتلك اكبر عدد من المليارديريات في العالم ترتقب الاسواق تصويت صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادية لمصر الاسبوع المقبل ويتيح التصويت صرف الشريحة قبل الاخيرة البالغة ملياري دولار من القرض الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2016 وذلك بقيمة 12 مليار دولار من جهة اخرى تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 27 من ديسمبر الجاري وسط توقعات بتثبيت اسعار الفائدة بعدما اظهرت بيانات شهر نوفمبر تراجع معدل التضخم الى 15.6% من 17.7% في اكتوبر قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب انه قد لا يتوصل الاتفاق مع الديمقراطيين بشأن تمويل الجدار العازل مع المكسيك واضاف الرئيس الامريكي خلال احواره مع نانسي كبير الديمقراطيين في مجلس النواب وتشاك شومر زعيم الاقلية في مجلس الشيوخ انه سيكون فخورا لاغلاق الحكومة اذا لم يتم تلبية مطالبه بتمويل بناء الجدار الحدودي وكان الكونغرس الامريكي قد اقر الاسبوع الماضي قانونا للانفاق يؤجل اغلاق الحكومة الامريكية حتى ال 21 من ديسمبر المقبل وظل ترامب يهدد باغلاق الحكومة لمدة اشهر بسبب مطالبته بتمويل بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك قال مسؤول في ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان الصين اشارت الى انها ستخفض الرسوم الجمركية على السيارات ومكوناتها المصنعة في الولايات المتحدة مضيفا بان واشنطن ما زالت تنتظر التوثيق الرسمي لهذا الخفض والتفاصيل ذات الصلة بتوقيت الاجراء واكد المسؤول بان هناك تقارير صدرت في وقت سابق عن وسائل اعلام ومسؤولين تنفيذيين في قطاع السيارات حول نائب رئيس الوزراء الصيني وابلغ مسؤولين كبار في الحكومة الامريكية بخفض الرسوم الجمركية خلال مكالمة هاتفية والان نترككم مع ابرز مؤشرات الاسواق العالمية واسعار النفط والمعادن الرئيسية تبدو ارباحه اغنى اثرياء العالم خيالية بالنسبة للغالبية العظمى من البشر حيث يجني هؤلاء في الساعة الواحدة او بالدقيقة وحتى الثانية ما بالغ اكبر مما يحصل عليه مواطنو الكثير من البلدان في شهر كامل واكثر ويكسب مؤسس امازون في شهر واحد اكثر من مليارين ونصف المليار جنيه استرليني بينما تصل ارباحه في الاسبوع الى قرابة ستمائة وعشرين مليون جنيه ويقدر دخله اليومي بثمانية وثمانين فاصل ستة مليون جنيه وفق موقع اي بي سي فاينانس وبحسب التوزيع الجغرافي لهم يوجد في الولايات المتحدة اكبر عدد من المليارديريات حيث يصل عددهم الى ستمائة وواحد وثلاثين ملياردير بينما في اوروبا يوجد خمسمائة وتسعة وخمسين مليارديرا منهم اربعة وخمسون في بريطانيا اما في اسيا فيوجد سبعمائة وتسعة عشر مليارديرا وفي امريكا الجنوبية خمسة وثمانين مليارديرا وخمسة وعشرين في افريقيا واخيرا يوجد خمسة وثلاثين مليارديرا في اوكيانوسيا اشتركوا في القناة